في حاجة كده أقول لحضراتكم بصورة سريعة موضوع الدم أنه من أول شهر الجاي فيه ليحة أسعار جديدة هيجرى تعميمها على جميع مراكز نقل الدم نعرفين طبعاً اللي بيسموها التحديات الدولية الموجودة هي مش مأثرة على سعر حاجة معينة لا مأثرة على أسعار كل الحكاية وإحنا في جزء تبير جداً من مستلزمات المستخدمة في استخلاص الدم ومكونات وهو الآخر وفاصل البنازمة دي بنسبة 90% تيجي من بر وعشان يبقى المسألة قدام حضراتكم محدش يلعب في المسألة دي ويقول لحضرتك ده زاد وده مزادش لأنا بقول لحضرتك أنه في الزيادة المتوقعة في هذا الإطار طبيعية جداً لكل الزيادة اللي حضرتك ده 90 و95% من الفصل بتاع الدم والبلازمة والآخر لما حضرتك ده جداحنا كنا طبعاً برضو في جولة إحنا يعني ما بنقولش حاجة وإحنا بعيد عنها يعني كنا بنتكلم فيه رعاية الصحية وإحنا حضرتك نحن روح لرعاية الصحية بنا كنا بنتكلم فيه انتظار قوام القوام الانتظار وإحنا كنا برضو في بنك الدم في العجوزة ورحنا وأبنا الناس والآخر وقتها وكان الأسعار الحاجة قلنا أعلن لحضرتكم عليها دلوقتي فيه ارتفاع أو في الفترة الجاية ارتفاع في كيس الدم من 210 جنيه ل325 جنيه للجهات الحكومية و750 جنيه للجهات الخاصة سعر البلازمة اللي هو حيزيد إلى ده ده يعني ده أحد مشتقات الدم أو أحد مكونات الدم تفع إلى 60 جنيه للجهات الحكومية و70 جنيه للجهات الخاصة زارت أسعار وحدة الصفاح المجمعة لـ 300 جنيه للجهات الحكومية وـ 2500 جنيه للجهات الخاصة وزارة الصحة عدت دراسة بشأن تكلفة حساب كيس الدم الواحد واتضح إن التكلفة بتصل خلي بالحضراتكم من الرقم اللي جاي من الرقم اللي جاي إنه الدولة بتساهم بنسبة كبيرة جدا في دعم هذا الدم أو دعم هذه الأكياس عشان توصل للمواطن 1300 جنيه لكيس الدم الواحد اللي هو بيتقدم لحضرتك يعني الدولة بتقدم 70% بتساهم بـ 70% للمستشفيات الحكومية وـ 80% الحكومية وـ 50% للخاص يعني كيس الدم وما بيوصل للمستشفيات الحكومية الدولة بتساهم بـ 80% منه منه المستشفيات الخاصة الدولة بتساهم بـ 50% منه يعني الموضوع مدعوب جدا عشان يقدر يوصل للناس طيب إحنا إيه المشكلة عندنا؟ مشكلة بسيطة جدا إنه التبرع بالدم قلب وعلى فكرة العالم كله العالم كله في موضوع الدم معتمد على موضوع التبرع في الأساس لأنه من المرضى الرئيسي من حضرتك لشخص آخر وبيروح بنك الدم بتتعمله الإجراءات اللازمة عشان يوصل للمريض بصورة أساسية في هذا الإطلاق وفي ناس طبعا عندها أمراض البحر المتوسط والآخر اللي بتعملناها لدم كل أسبوع والآخر ما كانش الدم دم موجود الحقيقة ممكن حياتها تعرض الخطط وكنا برضو عملنا حاجات دي البلازمة والحاجات دي كنا نروح لبنك الدم وخدماتنا للدم وكلت يشبنا بيوفر 500 ألف كيس في السنة وكل دول دا كاترة وكل دول أساس موجودين في بنك الدم زي بولا حضرتك إحنا عالواقع يعني بولا حضرتك إحنا عملنا ده وكنا التمن بتاع الكيس كان بكذا دلوقتي هيزيد لكذا بسبب إجراءات مهينة والدولة يعني لن تتنازل عن دعم هذه الأكياس زي بقولت حضرتكم كيس بـ 80% بيوصل لمستشفيات الحكومية وبيوصل لـ 50% دعم من الدولة لأكياس الدم للمستشفيات الخاصة فنخلي بنا في هذا المزادي اللي يقدر يتبرع ده لله أنت حضرتك بتتبرع لله أنت تبرع بتاعك ده هيبقى الجزئين أنك أنت بتتبرع عن نفسك أنا تريد أن تروح للمخزين السراتيجي بتاع الدولة وبنك الدم على أساس أنهم يقدروا يعالجوا المرضى المحتاجين للدم في هذا يعني حضرتك بتعمل خيرين مش خير واحد ربنا أدى حضرتكم الصحة دايما ترجمة نانسي قنقر